ومن الناس ليعجبك طوره في العياة الدنيا يشهد الله على أنه في قلبي وهو أهلت الفصار وإذا تولى سعر في الأرض يمسل إيها ويبنك الحرف والنسل والله لا يحب الفسار وإذا قيل المتقل أنها أخذتهم العزة بالمثل فحسبوك أنه ولبكس النهاد ومن الناس ليعجبك نفسه اتطاع مطاط الله ومن الناس ليعجبك نفسه اتطاع مطاط الله الله رأيكم بالعباد يا أيها الذين آمنوا تهدوا في السركاء وما تتبعوا خطوات الشيطان إنهم لهم عدو مبير فإن سنلتم من بعد ما جاءتكم البهيمة تعلمون نحن أن الله عزيز حكيم أن يرغبون إلا أن يحييهم الله في أولهم إلى الغمان والملائكة وقفيا لنا وإلى الله ترجع المرور سلبني إسرائيلة آتيلا من آية قيلة ومينت بالنعمة الله للنعمة فإن الله سبيل العقاد زين للذين جفروا حياة الدنيا ويسقرون لمن الذين آمنوا والذين اتقوا ترقوا يوم القيامة الله يرزق من يشاء بغير حسابك كان لنا سنة واحدة فدعت الله النبي فدعف الله نبي من رشل إلى المرور وأنزل العمم وأنزل العمم كتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس لي مختلفوا فيه ومصدلت فيه إلا الَّذِي نَوْتُهُ مِنْ نَعْمَ أَكُمْ تَيْلَا تُطْيَا تَيْلَا 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 فهدى الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَصْلَتُمْ من الحق في بإذنه والله يهدي مجين يشاء إلى صراط مستقيم أَمْ حَسِبْتُمْ أنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَأَنَّا يَعْتِكُوا الأَذِينَ خَلَوْمْ قَبْرِكُمْ بستهم البأساء والضراء وزنزلوا وزنزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا لعمة نصر الله أبا إن نصر الله قريبا يسألونك ماذا ينفقون قل ما فقط من خلية للوالبين والأقربين واليتامى والمساكين والسبيل وما تفعلوا من خلية إن الظاهب عليم اتبع لكم قتال وهما قرب لكم وعسى أن اترهوا شرئا وهو خير لكم وعسى أن اترهوا شيئا وهو سر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد على سبيل الله وصد على سبيل الله وقت به والمسجد الحرام وإسراج أهلهم منه أكبر عهد الله والفرنة أكبر من القاتل ولا يسألون يقاتلونكم حتى يمتوكم عن دينكم من استطاعهم ومن يرتبر منكم عن دينه فيمت وهو كافر وأولئك أبطت أعمالهم في الدنيا والآفرة وأولئك أصحاب الناب فيها خالدون يسألونك عن الخبر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما كل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأبة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحين قل هو أباه فاعتزلوا النساء في المحين ولا تقربوهم حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهم من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهن أن يتمنى ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مضتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتون شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يترجع إن غنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منهم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد اتصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير ترجمة نانسي قنقر